إن الله حي كريم حيي يعني يستحي سبحانه وتعالى إن الله حي كريم يستحي من العبده أو من العبد إذا رفع يديه يعني في دعائه أن يردهما صفرا خائبتي والله عز وجل لا يستحي من العبد أن يرد سؤله ودحاءه ولذلك الله تبارك وتعالى لا يرد سؤل مسلم ودعاء مسلم كيف ينادي أم لا هل يرد دعاء المسلم ها قد يرد قد يرد يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله دعاء من قلب غافل لاهن ولا يقبل الله دعاء من يأكل الحرام كما قال في الرجل فأنا يستجاب لذلك الرجل يطيل السفار ومطعمه ومشربه ومأكله وشربه وغذية ومطعمه وحرام ومشربه وحرام وغذية بالحرام يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب قال فأنا يعني يبعد أن يستجاب له نحن القصد فالكلام اللوي اللي قلنا أن المسلم لا يرد الله سؤاله أي إذا انتفت موانع التي تمنع إجابة السؤال ما كنا شديك الموانع لا بد الله تعالى يستجيب له استجيب الله له على ثلاثة أحوال إما أن يعطيه الله ما دعا به ما سأل وإما أن يرد الله عنه بذلك الدعاء بلاء كان سينزل به وإما أن يدخره الله له حسناتنا يوم القيام الموانع للعموم ويتستجب له لكن بأحد ثلاث طرق إما هذه وإما تلك بذلك الله تبارك وتعالى يستحي من عبده وهذا يكفينا حياءا من الله عز وجل لأن نعلم أنه يستحي منا